وجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا شكرا إلى مصر على استضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وخلال ترأسي جلسة الحكومة أشار اشتيا إلى أهمية تشكيل لجنة المتابعة التي أهلن عنها الرئيس محمود عباس أبو مازن في أطاء أمل للحوار مشددا على ضرورة وقف الجميع وقوفهم خلف المسئولية الوطنية الشكر للشقيقة مصر على استضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة الذي دعا له السيد الرئيس وكان مهم أن لا يقتصر هذا اللقاء على يوم واحد من الحوار ولذلك فإن تشكيل لجنة المتابعة يعطي بريق أمل باستمرار الحوار ونحن نرحب بذلك ونثني على ما جاء في خطاب السيد الرئيس من خطورة المرحلة والهجمة الإسرائيلية المتكررة يوميا ووجوب وقوف الجميع خلف مسئولياتهم الوطنية لمواجهة هذه الهجمة ضمن إطار البرنامج النضال الوطني المستند إلى المقاومة الشعبية ومواجهة جيش الاحتلال ومستوطنيه وعدوانهم على بورين وعينبوس وعقربة ومجد البني فاضل وفروش بيت دجن ولمغير ودكوع واريحة وبرك سليمان وبدو الكعابني وشمال شرق الكدس وغيرها من المناطق في الأراضي الفلسطينية من جانب آخر يدين مجلس وزراء العمل الإجرامي الذي ارتكب بحق قوات الأمن الوطني في مخيم عين الحلوة ويحمل المعتدين كامل المسؤولية عن ما جرى في المخيم